مرحباً أصدقائي وتحية طيبة للجميع وأشكر حضوركم ومتابعتكم أعتز بأرائكم وتعليقاتكم دائماً لأنها تجسد استعدادنا للحوار والتفاعل فيما بيننا وتبادل الأراء وليس تبادل الصراعات كما يحدث حالياً الأمر الذي نعيشه حالياً أمر فعلاً محزن جداً ولا أجد أن ترددت أكثر من مرة في الخروج والحديث عن هذا الموضوع لأنه موضوع شائق جداً بصراحة لست سياسياً حتى أتحدث عن هذه القضايا لست متابعاً لهذه القضايا بالتفصيل لكن الموضوع خرج عن طائرة المعروف وأصبح أشبه بالصراع بين نمطين من ألماط التفكير شكلين من أشكال الحياة نموذجين من نماذج الثقافية والحضارية أو موديلين هذان الموديلين هما متسارعان ولا يتقبل أحدهما الآخر الإشكالية أن هذه كلها تتجسد في قضية فلسطين ومحزن ما حدث خاصة اليوم أمس محزن جداً فأكاد أشعر بأنه لا جدوان من الكلمات أمام هذه المجزرة لا تصف الكلمات ما يحدث إنه جنون جنون حقيقي مجزرة الذي حدث يوم أمس وقبلها عندما غزت أو دخلت أو اخترقت حماس وأشعل فتير النار من جديد بطريقتها الإسلامية ولا أقول الفلسطينية طريقتها الحماسية هذه أدت إلى ما نحن فيه هي تقود الأمور باتجاه الذي لا يؤدي إلى حل إلا أنه يؤدي إلى مجازر لا أبشع ولا أقسى منها يكون ضحيتها الأقفال والشيوخ والنساء والشباب في الأحياء وفي الشوارع وفي المستشفيات التي هي في أسوأ حال لكن بعد ما حدث لماذا أستغرب لماذا لا نقول الحقيقة التي كنا نعرفها جميعا لماذا نكرر الخطأ نفسها دائما ونظن أن طرح الرأي خطأ لا يختفر هنا مشكلتنا كبيرة ألم يكن رفضنا لهذه الثقافة هو السبب في أن يتخذ قادة حماسيون عقائديون متطرفون قرارات غبية تدفع منها الشعوب صدام فعل هذا وصمتنا وكنا نقف معه بحجة أنه يواجه الكفار يواجه الأمريكان الاستعمار الصهاينة صمتنا وقلنا في النصمة ليس هذا أوان إبداء الرأي ووجهة النظر وبدأ من ينظر لهذا الموضوع يقول كل وجهة نظر هي خيانة أو كل خيانة الخيانة بدأت تتلبس ثوبة وجهة النظر كلنا أيضا شاهدنا كيف وقف العرب خلف صدام عندما أسقطته قبل أن تسقطه أمريكا بحجة أن هذه أمريكا وليس لأن هذا قاتل ومجرم فهنا مشكلتنا مشكلتنا أن نغمض عيوننا عن المجرم وعن الأرعن أو الغبي وبحجة أننا يجب أن نتكاتف يعني هذا تفكير قطيعي هو سبب المشكلة أنا الآن لا أريد أن أدخل لمسألة تقييم أنني مع أو ضد إنما أحاول أن أصف المشهد وأقول ما هو سر هزائمنا راح أتناول الموضوع من جوان بعد حتى أوضح المخطط اللي بالي أقول السؤال الرئيسي راح أتناول تناقشه ولماذا نهزم دائما وهذه هزائم متوالية من أيام عبد الناصر الصدام إلى يومنا هذا لماذا كل المعارك التي قدنا نهزم فيها دائما أيضا بعد ذلك راح أتناول الموضوع التنافر الحضاري وأن هذا التنافر الحضاري بيننا وبين العالم كله كمجتمعات شرقا وسطية هو المشكلة وأن هذا التنافر الثقافي هو سبب الهزيمة أيضا عن تناول موضوع غزة وهذا الموديل رفض الرأي الآخر ورفض وجود آراء أخرى هذا القضايا وأيضا راح تناول قضايا التي بدأ يمررونها الخلط بين فلسطين وحماس الخلط بين الدين أو القومية أيضا والوطن الخلط بين اليهودي والصيوني بين الإسلامي والفلسطيني الخلط بين الرأي والخيانة كما قلت أيضا التبرع المجاني بالرقابة الذاتية أو شرطنة المجتمع أو تحويل الجميع إلى شرطة تراقب أي قول أيضا الخلط بين حجة الضعف وحجة الجريمة أي أنك لأنك مظلوم ولأنك قليل الحلة يجب يجوز لك أن تفعل ما تشاء أن تدخل إلى حفل الرقص مثلا أو تدخل إلى أباس وتفجر نفسك وتقتل كأن من يكون في ذلك المكان الخلط بين النتيجة والسبب أنه عندما قل له أن هذه الجريمة سبب هذا الذي فعلته حماس هذا التصرف الأرعان الذي يصف صالح الآخرين هو الذي يقول لك هل أنت هل هو هنية هو المسؤول الذي قصف المستشفى من احتل فلسطين قل له أخي هذا السلوك أرعان قل لك لا من يحتل فلسطين يتحدثك عنه قضايا سأتحدث عنها وكذلك الخلط بين الغاية والوسيلة فأتشرب بحضوركم وأتمنى يعني التداخلات مداخلاتكم وحاول أختصر بأقل بأكثر حد ممكن أقول أنه أن هذا الشخص الذي يوجد آهنية الذي يخرج على الناس ويتحدث بهذه الطريقة الإسلامية الإسلامية ويتحدث ويطالب بالمزيد من الموت يعني هي فعل حماس فعل مقاومة مشروعة لكن المقاومة بهذه الطريقة ثم أنت أدى ما تقاوم هل تقاوم لكي لكي تنكل بشعبك لكي يدفع ثمن ما تفعله شعبك وبدون مقابلة ما مشكلة لتضحية مطلوبة أنا ما عندي مشكلة تضحية مطلوبة لكن عندما تكون محسوبة كل دول كل المقاومة في التاريخ في كل دول العالم عندما تدخل مقاومة تدخل ضمن حسابات لكنك أنت في بقعة صغيرة جدا مساحة طول هات 40 كيلو في 5 كيلو متر ومحاصمة الجميعات لا ماء لديك لا غذاء لا أي شيء الدول اللي محيطة بك لها تخلط على قضيتك ولا وجود لأي نصر لك إلا دولة دولة إيرانية لها أتقضاياها خاصة على حسابات الخاصة التي لا تتطابق معك لا دينيا ولا تتطابق معك جغرافيا ولا وطنيا فماذا تجير هذه القضية لصالح آخرين وتجير نفسك لصالحهم هذه أسئلة يجب أن أسأله ومن حقي أن أسأله قد يحتاج البعض لك أن تتخل القضية يجب أن نكفع عن هذا الكلام شوفوا الإسرائيليين اليهود الصهاينة بيناتهم يتحاورون لماذا لا نتحاور بيناتهم هذا هو سبب المشكلة أنا أقول لا أريد أن أخسر المزيد من الأصدقاء الأخلابية الآن لا يريدون أن يسمعون أي وشة نظر الكل تقريباً يريد أن يسمع وشة نظره نفسه يجب أن نكرر ما يقوله يجب أن نكرر هذا الخطاب الانفعالي المهيمن يجب أن نلغي أنفسنا ندوس على أفكارنا على آرائنا على وشة نظرنا ويجب أن كلنا أن نصبح خلف هذا المتحمس هنيه أصبح الآن هذا الذي هو من سلالات داعش من سلالات القاعدة من سلالات الإخوان من سلالات التطرف والتعصب من سلالات رفض كل تغيير وكل تطوير في حياة الناس هذا على الجميع أن يتبعون خطاه سبحان الله يعني ما معقول هل يؤقل أن هذا الشخص الذي يمجد داعش ويمجد قاعدة ويمجد طالبان وماذا يقدم لك هذا الشخص يعني صار سبوع يومي يقول أطلع أتحدث أو لا وتردد للموضوع لأن أصلا أنا مو سياسي ولا أفهم بالسياس وأكره السياسي وأكره السياسيين شرقا وغربا شمالا وجنوبا قديما وحديثا وكل من له علاقة أكره هذا العالم ما أحب يعني لنعتبر عالم دنيء في كل حوال وهذا الكلام يشمل جميع الرئيساء طبعا لا أستثني أحدا ولا أستثني لا شرقيين ولا غربيين ولا أمريكان ولا صحاين ولا أي شيء كلهم بالنسبة لي مجموعة حثالات تقود الناس إلى إلى ما لا يحمد عقباه لا أولا هؤلاء يسيطر عليهم في الغرب إلا هنا وجود مجتمع حقيقي وجود طبقة مثقفة واعية طبقة حقيقية طبقات مش طبقة طبقات معرفية طبقات ثقافية طبقات فنية هناك أشكال متعددة من القوى لم تنحصر الحياة في جانب واحد هو أما الديني فقط ولا شيء آخر الديني أو السلطوي والتحالف بينهما حياتنا بأكمل التحولية إلى سيطرة كاملة على كل تفاصيل حياتنا تجد فيها الدين تجد فيها الحاكم وتجد فيها السلطة الدكتاتورية التي لا تسمح لأحد أن يقول لا يبدي أي رأي آخر مختلف وكلنا نحاول أن ننافق هذه السلطات سواء الدينية أو السلطات السياسية الحاكمة ننافقها وندعي بيننا على العهد معظون شهداء بالملايين هذا النفاق وبعد ذلك يأتي من يتهمك بالنفاق هي المفارقة لكل حال حتى وضع الفكرة التي أريد أوصلها أنا لا أريد أوجه خطابي المتطرفين أو المنالقين بصراحة هؤلاء الذين لديهم آراء جاهزة ويريدون فقط أن يكرر عليهم هذه الآراء نفسها وإلا فسيقيمون علي الحد أو يعتبرون خائن والزنديق وهذه العبارات الجاهزة تنقاموس اتهامات جاهز لأي شخص يخرج على الإيقاع الذي هم عليه هؤلاء أو من الخروج من القناة لأنها ستزعجهم يعني لا تنفع منالك مليون قناة ممكن يجدون يعني الأورغازم يعني يغذون هذه الشهوة أو هذا الإدمان العدواني لديهم بطريقة أو بخرة يستطيع هناك أن يهرف ويهتف بما يشاء سيجد حتما علفا بلاغيا مناسبا له ويغذيه روحيا حتما كلمة روحيا أنا أسخر منها يعني خلينا أضحك موضوع دائما كما تعرفون أصدقائي دائما هو فهم واقع الإنسان ودور الدين الجوهوري في حياته بل ووجوده لهذا أنا دائما أراقب بالشدة كل الظواهر التي تجعلني أفهم الإنسان وأفعاله وتصوراته وردود أفعاله وكل ما يتعلق به وعليه فستناول الموضوع غزة باعتبار نموذج أستطيع من خلال تطبيق نظرية الخاصة إلى الصحة تسمية بالقطيع الديني أنا بعد بعد طويل وجدت أن لا وجود لأي إنسان بدون دين ولكن هنا سؤال ما هو المقصود بالدين أنا قدم التعريفات كثيرة الآن ما تحضرني بعضها طويلة لكن أتذكر التعريف الأخير الخاص أو المختصر وهو أن الدين هو الكلمة التي نرمز من خلالها إلى القطيع البشري وأن غياب الدين في أي جماعة معناه غياب الإنسان وغياب المجتمع وغياب الجماعة فبالتالي الدين مسألة أساسية لا يمكن التخلي عنها ولا يمكن وجود أي جماعة بدون وجود دين أو نظام أو سيستم أو منظومة أخلاقية أو منظومة سلطوية لا ليس أخلاقية سلطوية تحكم الجميع وهذا من خلالها هذه الجماعة تمتلك من خلالها نظرة إلى العالم خاصة بها وتستجيب لشروط حياتها وظروفها وزمنها وكل ما يتعلق أما مسألة الله فهذه مسألة ما لها علاقة بالكون ولا بالشمس ولا بالقمر مسألة لها علاقة باللاهوت اخترع هذه القضية وقال أن الله هو كل شيء وهو حاكم على كل الكون بأكمله هذه مسألة أنا أعتبرها يعني جزء من الجزء من البروباقاندا الخاصة بالأديان لحث الناس على الطاعة والالتزام الديني والالتزام بالأعراف الخاصة بأي مجتمع وجمع هو الله بالنسبة للجميع أنا أعتبره ليس أكثر من تعبير مجازي عن القطيع ونظام الألاقات الذي يعمل وفقه القطيع في حالة نقول الله أو يهوى أو أشتار أو ديموزي أو آتون آمون نحن نخصتنا نوعا محددا من المشاعر والمعاني أقول هناك من يحدث يقول أنه الذي حدث في غزة إسرائيل هي التي ارتكب الجريمة إسرائيل من 70 سنة هي ترتكب جرائم وجرائمها معروفة وبالتفصيل لكن في النهاية من المسؤول عن أرواح هذه الناس التي سقطت المسؤول وهذا هنيه هو المسؤول عن حماية شعب غزة هو الذي لم يهتم بحياة الألوف بل الملايين وأدين ما فعله هنية أو فعلته حماس لا يعني أنه أنا أبر أمريكا أو إسرائيل ولا يعني بأن مثلا أن من حق هؤلاء أن يلقوا بالفلسطينيين على التهلك لا بأس لا بأس خلي فلسطيني يضح بنفسه ومستعدين كل هؤلاء وهل هل أن أشقاء أمريكا تم قصفهم وقتلهم أم لا السؤال الآن للموضوع الرئيس الذي أتحدث عنهم وهو لماذا نحن نهزم دائما هذا السؤال مهم جدا لماذا نحن دائما تتوالى الجواب بساطة وإلى علاقة بموضوع الدين اللي تحدثت عنه قبل شوية وفهمي وتعريف الدين أقول أنه لا مناصة من الهزان ما دام المجتمع مفقود غائب مستباح مقموع لا رأي له لا تجد حتى قدما تحدث عن موضوع بلد مثل فلسطين أو أي بلد عربي لا تجد هوية حقيقية لا تجد هوية فلسطينية أو حتى عربية يعني أنت كيف تجد هوية هي غير موجودة أصلا يعني نفترض الشعار أو الوجود قبل الوجود نفسه فإلا أسأل سؤال بسيط ما معنى أن تكون عربي الآن أي معنى يعني مسخرة عربي ما معنى هذا لا يعني أي شيء فلسطيني ما معنى هذا لا تعرف ما معنى هذا سلفي إخواني مواطن لا شيء لا تشعر بحقيقة هذه الكلمات وهذه المفاهية مجرد نتداولها وبدون معنى الوجود كما يقول سارت اسمق ما هي لكن بالحقيقة ما عدنا لا وجود ولا ما هي لحد الآن ضائعين يعني على كتب عن الحضارة السائلة وما إلى ذلك بعد ما قاريها سلسلة بدأوا كثيرين نتحدثون عنها فهنا عبارة عن ميوعا الشعب أقوام وجماعات مائعة ونحاول أن تشبث بأي قائد لقطيع متمكن ومسيطر مثل هنية مثل غيرة مثل خامنعي مثل بعد ذلك كسمة حسن رسل الله وهكذا السبب لماذا يعني يعني أو ما معنى تحرير فلسطين مثلا يعني لا شيء ما معنى تحرير فلسطين يعني يعني ما أسهل الموضوع يعني خلنفترض الآن غزة جرى تحرير هو هذا المشروع يكمل من أجل ماذا هاي قضية تحرير للأرض حسنا حررنا غزة حررنا فلسطين ماذا كانت النتيجة ماذا ستكون النتيجة ستباع أو هي بيعت أصلا بالصفقة تافية لقطر أو لإيران قبلها أيضا هذا الفلسطين بيكملها بيعت لخطاء قومي عربي ونرجع مرة السؤال ما معنى قومي عربي لا شيء لا شيء لا أحد ليس من أي منهما لا الفكرة القومية ولا الفكرة العروبية تستطيع تكوين دولة كلهما فشلوا في هذا الموضوع وكذلك الإسلاميين أيضا فشلوا في تكوين دولة أنت أصلا فشلت في تكوين مجتمع فكيف تكون دولة كيف تكون البلد لا يمكن أن توجد دولة حديثة دون قوانين صارمة مساواة وهذا القومية والدين أو العروبة الإسلام والعروبة أو العربية لا يستطيعان إنتاج مساواة ولا يستطيعان إنتاج دستور من ضبط حديث مقونا السبب بساطة لأننا نكذب ناس كذابين منافقين منافقين ليس معنى الإساءة لا أخصد بمعنى الفعل الحقيقي ناس كذابين لا نقول الحقيقة كأفراد نحن شعوب رقابية تراقب نفسها وتمنع أي رأي آخر بالظهور لازم هناك رأي واحد نسير خلفه تماما ودائما لماذا تقول هذا الدين صحيح وتحلم بوجود الصحيح وتحلم بوجود أن هناك إله واحد وهناك دولة واحدة ودين واحد وأن الدين عند الله الإسلام وأن كذا هو أصلا هذا النتاج لهذا النمط من التفكير وهذا هو اللي أدل أن تحول شعوب رقابية تراقب نفسها وتمنع أي رأي آخر في الظهور هذا نمط ثقافي هذا نمط ثقافي بداية بصراحة هذا النمط لا يقيم دولة ولا يقيم شعب ناجح هذا نمط ورقناه وكان ناجح في سمن سابق علينا لأننا بصراحة شعوب عبقرية مبدعة بأفرادها هنا مبدعين جدا بأفرادنا لكننا شعوب رعاعية في اجتماعها عندما تجتمع تتحول إلى عصبة من الرعاع والدهماء ويقودهم أي قائد جماهيري أو قائد همام قل ما نجد منهم من قرأ كتابا في حياته يقرأ بس جمل جاهزة ولديه نوع من الكارزما والخطابة الكل يسير خلفهم مثل صدام واحد غبي لا يفهم شيء في أي موضوع مجرد يتحدث يطلع عنا دائما كان بغداد يطلع بالتفزون نحن هو تفزون وقناته يطلع عنا الساعة الثمانية الأخبار وهو يطلع يستلمها الهدعش ثلاث ساعات حكي كلام علف بلاغي لا تعرف ما هي الحقيقة وهو كلام علف بلاغي وبالأخير أنت تسمع ثلاث ساعات بس تريد تفتهم شيء ليس لن يقول ما تعرف لهذا يعني هذا الطريقة في الحياة هي التي أدت بنا لما نحن عليه لهذا سيف تجد مثلا الملايين تهتب ضد أمريكا قبل أن يسقطوا صدام الملايين تهتب ضد أمريكا ثم تتباكى بعد ذلك على ما جرى بالأراق بسبب صدام هو الذي دخلنا بثلاث حروب وغير عبد الناصر دخل بحروب وكلها حروب فاشلة ومع هذا لا نزل نمجد نتباكى عليهم بحجة نكره أمريكا من الذي يجعل لك تكره أمريكا هم هؤلاء جعلوا الماكنة الإلامية ما لاتهم تكره أمريكا هسا يكره ممشكلة وممثلة حبه عاطفة الكره أصلا هي الفكرة الكره والعواطف هذه ما لها علاقة بإقامة الدول المفروض أنه تتفاعل مع الجميع تأخذ منهم وتعطي ولديك قدر على المناورة والتأقلم والانسجام مع الآخرين هذه كلها مواصفات الإنسان الناجح حتى بالطبيعة الكائن الذي لا يتأقلم مع المحيط هذا كائن يعني فاشل يعني يسقط في رتبة في مسار التطور وينقرض سريعا ونحن شعوب من هذا النوع لا نستطيع التأخلم وخلقنا أديان وابتكرنا أفكار ونظريات متعصبة جدا ومغلقة جدا وبع هذا نريد ونقول نحن على الحق وكل ما عدانا باطل هي مسألة لا حق ولا باطل مسألة أن تجيد التواجد في المكان تجيد التواجد في العالم تجيد التعامل مع الجميع عندما تخوض الصراع تعرف إلى أي حد تخوض الصراع لديك حساباتك ليس أن تدخل إلى حفلة حفلة موسيقية وأمام العالم يأكملوا تجي تسوي كاميرات وتقول انظروا أنا قتلتكم وتفرح يومين ثلاثة وراها تبدأ تتباك يعني هاي الحالكتين نفس الشيء ماك فرق أنا لا أتحدث عن إسرائيل وإجرامها والصهيونية هذا موضوع آخر لأنه بعد ذلك راح تحدث كيف الذهن الذهن الجاهز يخلط بين أمور عديدة لأنه ده ما تحدثه عن هنية وحماس يقول لك هل أنت مع إسرائيل يخلط بين حماس والقضية وراها تحدث عنها بعد شوية والهدف لماذا يخلطون والهدف لماذا الخلط حتى بعد ذلك نعرف المهم أهلا كلنا رأينا ما فعلته داعش وشفنا ما فعلته القاعدة وشفنا أحزاب الله التي لا تحصى أحزاب النصرة التي تكاثرت كما يتكاثر الفطر والفطريات كلنا رأينا ما فعلته والأخوان وأشكالهم المختلفة وقبلهم رأينا رافعي شعارات القومية واليسارية وغيرها الآن بعد كل هذا الآن تيجي طالبني بأن أنا منطقة هنية ومنطقة حماس لماذا علي أساس ما هي ما هي منجزات هؤلاء حتى التي طالبني بينها في خلفهم ما هو النموذج الذي قدمه هؤلاء ما هو النموذج الذي البلد الناجح الذي قدمه النموذج الإسلامي جميعهم من إيران إلى حزب الله إلى إلى أردوغان إلى الإخوان إلى السلفين وغيرهم حتى السعودية بدأت تخلى عنه ابتهمه وأنه نحن ورا الآن كافي العالم يريد أن تغير بعد ما نقدر فهي هالقضية يجب أن ننتبه إليه المهم ما أقبل أنه واحد يجي طالبني بأن أقف مع قتلة البشر والذين يختلون الأطفال والنساء هذه مسألة لا يمكن أن تطالبني بها ولا يمكن أن تدعي بأنني أنا إنسان خائن أو راديد لا هذا موضوع مختلف ما لا علاقة نحن نتبادل آراء نتبادل آراء ونطلح آراءنا العالم يأكمل وتطور بهذه الطريقة ما معنى أن يكون هناك وشة نظر واحدة نحن لسنا قطيعان فقط عند القطعان ما زلنا نفكر بعقلية القطيع ما يحتاج أنت فكر بعقلية المجتمع المتماسك الذي فيها آراء مختلفة وهذه آراء تتفاعل مع بعضها وتنتج بعد ذلك هذا نتنياه نفس الآن قدمته له هذا المجرم طوق النجاة التطرف الحماسي هو الذي سمحه بوجود أمثال نتنياه ولا نتنياه هم من السبعينات حتى مستوطنات ما كان موجودة السبعينات ما كان المتطرفين عندما أتوا اليهود بدأوا بحملة المستوطنات وكان هناك يعني أنا معلومات بسيطة أنا لسي مختص لكن عندي هذه المعلومات أنا الآن بديت أجمعها أحاول أفهم ما الذي جرى لكن واضح أن هناك إشكالات كبيرة جدا الاسم ليس واضح مجتمعنا يجيد الكذب هي هاي توتة مجتمعنا ليس يجيد الكذب هو عايش بالكذب لا يستطيع لأنه يخاف من الحقيقة يخاف من الواقع لأنه هو عايش في هذا العلف اللغوي علف البلاغي هذا العلف البلاغي يعمل عيون يجعلهم لا يرى العالم كما هو بل يطالب العالم بأن يتطابق معه نحن الشعب قلت في الحلقة عن النيتشاق قبل البارحة نشرته شي قصير قلت أنه نحن نرفع الشعارات ونطالب الحياة بأن تتطابق مع الشعارات وليس العكس أنت عندما ترفع الشعارات لابد أن يكون لك هدف وليس واضح ليس أن تطالب الحياة بأن تطابق مع الشعاراتك وإلا فهذا الحياة كل من فيها كافر وملحد ويجب أن نتخلص منها فالكذب والنفاق هو هاللي جعلنا نفقد حقوقنا هاي القضية الأساسية لماذا هزلنا دائما هذا جوابي لهذا السؤال الكذب والنفاق جعلنا نفقد حقوقنا جعلنا نميحها ونحول أفعالنا لتصرفات صبيانية إجرامية وكما قلت لا نخفيها كما يفعل عدائنا بل نعلنها على المنأ ونبررها يعني لحد الآن بحجة آهنة مع فلسطين ما فعلته حماس يجب أن يدان ليس كرما لعيون الصهاينة والمجرمين لا كرما لعيوننا إحنا لأننا عندما نبرر هذه الجرائم نحن نخسر من رصيدنا نخسر من وحدتنا نخسر من قدرتنا على التعقل والتفاعل والنقاش بطريقة صحيحة يعني ما دال مثلا لو قلنا في السبعينا دعنا نفترض افتراء ماذا لو قلنا نحن منذ السبعينات بصراحة أن خطف الطائرات وقتل الناس في الباصات هذا خطأ تفجير السفارات خطأ هذه ليست مقاومة حقيقية لو قلنا منذ ذلك الوقت ما كنا نصل إلى ما نحن فيها الحالية طبعا سيقال أن إسرائيل لن تهب العرب حقوقهم أنا أقول لك نعم الغرب والإسرائيل لو كنت من أبطئ بالناس لن يمنحك حقوقهم أنا أقول لك أنت تقول الحل الوحيد والمقاومة لا أقول لك الحل الوحيد ليس المقاومة الحل الوحيد هو أن تصبح إنسانا معاصرا أن تصبح إنسانا حداثيا أن تصبح إنسانا حقيقيا ابن الواقع أن تسمح بالرأي والرأي الآخر أن تسمح بالنقد هكذا تهزم إسرائيل هكذا تهزم الغرب هكذا تجعلهم يحترمونك ولا يحتقرونك العالم الغربي يحتقرنا صراحة العالم الغربي وإسرائيل تحتقرنا لهذا سبب لن يهبك حقك لماذا يهبك حقك يقولون ما عندي ثق بك الحل ليس في المقاومة من يقول لك الحل في المقاومة وأنت ضعيف ولا شيء لديك لا يخفي الحقيقة ما يقول لك كل القضية القضية هي هذه قضية أننا شعوب مضطهدة مقموعة مستعمرة دينيا شعوب محتلة دينيا وليس محتلة صيونيا فقط احنا احتللنا صيونيا واحتللنا غربيا واستعماريا لأننا مستعمرون دينيا هذه الألة مستعمرون ماضويا احنا مستوطنات تراثية وليس مستوطنات اليهود نفس المشكلة هم نفس اللغوة الجايفة يعني هما يجعوا نفس هو أصلا احنا الثقافتهم الثقافة اليهودية هاي الاقصائية التدميرية التي تحتقر العالم هي وتعتبر أنها هي الأعلى من الآخرين جميعا وخير أمة اللي اخرجت الناس وشعب الله المختار هي نفس فكرة هم اللي ولدوا التعصفين وتركوه عندنا ولنحن بدأنا لأننا باعتبرنا ناس بالملايين بدأنا نشعر بأننا لدينا قوة خارقة وأين خوة خارقة لم ننتصر في معركة واحدة طوال حياة الترى لم نسمع ولا معركة واحدة كلها خسائر في خسائر وعدما ينسح بالآخر خاصة من معركة جنوب لبنان أوكي حزب الله شوية انتصر على إسرائيل بس ما انتصر انتصر الآن حال لبنان هي دولة لبنان الآن هاي اللي حوالها حزب الله هل هذا انتصار سأتبروه ولا شون أنا دمرتلي دبابة هل هذا هو انتصار فالشيء يعني يعني مغجل بصراحة مغجل كذب النفاق هو اللي دمرنا ومن البداية كان مفوغ أدما من السبعينات يخطفون طائرات قل له تعال هذا خطأ أنا ما هذا لا أتضامن مع هاي المسألة ولا أخشى أدما تكون لدينا هذه القدرة والآن يجب أن تكون هذه القدرة لدينا لأننا ما واجهنا حماس وقلنا لهم ما فعلتموه خطأ ونعتذر للعالم مما فعلوه لكن القضية حقيقية وهي حقوق شعب أمر سبعين سنة اختطف وهجر وسرقت أرضه يجب أن تعاد ونحن شعوب الآن عدنا خطاب متصالح مع العالم عدنا رؤية دقيقة لما يجري ونحترم الآخرين هكذا هكذا لا تتطور الأمم وإلا ومو بطريقة هاي أنه تشوف حفلة راقصة تروح تقتلهم تقتل ألف يعني القد ألف وثلاثمئة قتلة ألف وخمسين كما قرأت الشباب الشباب الصغار وكلهم علمانيين بالمناسبة كلهم علمانيين ومنفتحين وملحدين وذولا هما اللي ضد التطرف يعني هما كأنما قتلوا الناس الذين يتعارضون مع نتنياهو هذول اللي بيوم العيد يوم السبت اللي وحرام بنسبة اليهود هؤلاء طلعوا يوم السبت عارضوا التقليد اليهودي معارضة صارخة قلتوا رحتوا قتلتهم يعني هذا هو الرصيد ما لاتكم اللي ممكن في المستقبل هذول يقول هما نفسهم اليسار اليسار الإسرائيلي واللي كان ضمن محمود دروي سميح القاسم هما كانوا بالحزب الشيو هما ملأتهم فتخيل هؤلاء اللي هما أقرب الناس للقضية الفلسطينية للحق الفلسطيني أنت ذهبت وقتلتهم وبينهم ناس زوار من العالم كله يعني كيف بأي عقل فكرت بهذا ويأتي بعد ذلك لا تتحدث أسمت أسمت لا تقول أسمت يجب أن تسير خلفهنية وأنت الآن يعني شوهت القضية الفلسطينية هي مش شوهتها أصلا في هذا الفعل ويحملك جريرة ما فعله هو جريرة ما هو ما يفعله على كل حال أصل إلى النتيجة المهمة والأساسية والخطيرة اللي لابد أن نأترب بها الصديق كل ما قلت وقل ما كل ما قلت وحماس ليس لها المقدارات العسكرية التغيير خارطة كما تعشق لا يوجد لديك ملاجئ ولا قبة حديدية على ماذا تضرب وترشع الصواريخ كالعالم هو كل شعب كأطفال هي هذه هذه قضية حماس لا أتم أنفاق أنفاق وسلحوها تسلح زين زين ويعبروها بينما ما يعبرون الدواء وعلاج للأطفال والمستشفيات يطهم ناس مليارات القطر وغيرهم وما يسو ملاجئ لمشاكلهم التي يخلقوها وهي أصلا غزة محررة غزة غير محتلة من الهاتف الناس لا تعرف الحقيقة النسات غزة محررة من الهاتف ما أعرف من 2006 حسب ما قرأت أنا ليس دقيق بالتواريخ ولا بالحقائق هذه التي قرأتها لكن أكدوني صح من 2006 إسرائيل سحبت منها وسلمتها قالت مخضوها صحي سرقوا عراضي محيطة بغزة وخطفوها بطريقة أو بخرى لكن سلموها قالوا تفضلوا هاي أخذوها أخذوها وبلعك 9000 مستوطن طلعوهم بالقوة من اليهود المتطرفين طلعوهم شلعوهم بشلع وسببوا إشكالات نفسهم قالوا تفضلوا هاي غزة اخذوها فإيجي بعد ذلك يستلم صالح التهنية ماذا قدمت لغزة ما الذي قدمته لغزة ما هي منجزاتك في غزة هل بنيت مستشفى درجة أولى هاي المليارات اللي حصلتها هل ساهمت في أمار غزة هل بناء بناء أحسس سويت مشاكل سويت رفاق عسكرية وأين الملاجئ أين القبة الحديدية مالت ثم لماذا تضرب هذا الإنسان الذي أنت تحكمه والذي أنت مسؤول عن حياته ومستقبله ورفاهيته وأمانه أنت الذي ضحيت به والآن تريدون من أدنى أن نسير خلف خلف هنية وخلف هذا ثاني اسمه خالد مشعل وخلف آخرين ويردون أنا ما لألاقي أنا ليس فلسطيني بس أنا لألاقي بأنه كلنا جانا يتفعل ثمن كلنا نرى هل نرى هذه الصورة أنتم محسوبين علينا ونحن محسوبين عليكم ونحن نريد أن نطالب بحقكم وحقكم نقول لكم لأننا نتحدث إسماعيل هنية قل منه كتوتا أكبر حرامة يعني هي مقضي يعني هو يعني سيستلهم المبلغ أكيد وراح يستنبعد أكثر فإذا ما نجعل حقيقة نشوف ما هي مصلحة هنية المصلحة الوحيدة تصبح في كيس هنية وعندما أسبب بعد ذلك المغالطات رح تحدث لكم عنها وقالكم ماذا فعلوا بالمغالطات رح تقول لكم هاي الخلق بين فلسطين وحماس الخلق بين السبب والنتيجة الخلق بين أن تقول رأيك وتتهم بالخيانة هذا الخلط هذه الخلطات الجاهزة فيخلط الهدف شنو هدف لا تتحدث لا تتنفس لا تفكر الرأي الرأي واحد رأي هنية هذا هذا هنية الحليق النظيف اللي أولاده سياراتهم الفارحة يجولون في سويسرا هذا يجب أن تتبع هذا ولا ما لك حتى تتحدث أنا لا تتحدث بهذه القضايا بهذا النفس السياسي لكن أنا لا تتحدث عن موضوع التنافر الحضاري لكن فقط طالب بحقي بأن أبدأ رأيك لا حق لأحد أن يرفض أن أطرح رأيك ولا حق لأحد أن يتهمك بأي اتهام لا حق لأحد أن يقدم لي هذه اللائحة الطويلة من الاتهامات لماذا؟ لمجرد لدي رأيك لا أحد أن له حق بأن يقول أن قال غسان كنفاني مرة أنه هذا زمن أصبحت فيه الخيانة وشك نظر لا أقل لا بالعكس بالعكس وراح أذكر لماذا ووضح هذا الموضوع بعد شوية القسم الثاني التنافر الحضاري هو سر المشكلة كل المشكلتنا هي هذه يعني حتى نذهب الجذور الموضوع بأكمله أنا اتشابت بأن المسألة هي في عمق هذا علاقة بالتنافر الحضاري أو التنافر الثقافي أقول كل شعور لدينا هذا هي مشاعر والفعالات موجودة على الجميع وأنا أسمعها وكثير تعرضينها وبعضهم اتهمني بالليتي والليتي يعني من أول يوم أعرضت قدمت قلت أنا أتضامن تضامن كامل مع القضية الشعب الفلسطين واتهمت بعدها رأسي قلت هل تتتقل مع حماس قلت أخي قالي كلامي واضح أنا أتضامن مع قضية الشعب الفلسطين أنا لا أهوى حماس ولا لألاقة هل يؤخل أنا أمشي وراء حماس وراء تكتل تعصب ديني لكن البعض زئله مني لماذا؟ لأنه اختلطت لأنه هذا الضغط الأقلامي وحد بين حماس وبين القضية الفلسطينية ويطالبك بأن تمشي وراء حتى لهم غلطة لجب السلطين تتحدث هذا المنطق الأعوج الغبي هو اللي أدى بنا إلى ما نهن فيه كما أقول في القسم والآن اتحدث عن تنافر حضاري هو المشكلة أقول كل شعور حصلت عمليات معاقدة جدا وخوارزميات بايولوجية شديدة شديدة التعقيد هذه التباونات موجودة وهذا الشعور الإنساني يتوضح من خلال ربطة على الناس على مأساة غزة وشعب غزة التي تدمي القلب ومأساة فلسطين بأكملها مأساة شعوبنا بأكملها هي شعوب كلها بائسة بأكملها لكن المأساة هناك أكبر بكثير الآن أحاول أن نقدم وتناول الموضوع بطريقة حاول أن لا أجعل أحد يرفضها يعني أحاول أنه أتحدث عن شيء لا يستفز أحد بغض النظر عن موقف المستمع مما يجري يعني أنا أتناول رح أتناول الموضوع من باب فكري وأخلاقي كما قلت أنا على انتظامني قبل سبوع وقلت هذا موقف أخلاقي وما زلت أصر على أن هذا موقف أخلاقي من جميع الناس أنا ما يهمني هذا المهم ما دام هو إنسان هو إلي علاقة باتخاذ موقف أخلاقي معهم لهذا السبب أرفض قصر الأطفال مثلما أرفض قتل الأطفال هنا أو هناك بغض النظر القفل أنا ما عندي تصنيفات الأطفال الطفل هو طفل فالبعض لا يصنف يقولك لا هذا عندما يقتلون الأطفال هناك هو يطلع يوزع حلوة ويرقص ويقول انتصر وعدما أهدي يقتل ما عندي يظل يتباكر فهذا الموقف الإزدواجي يجب أن يتوقف عنده المهم أنا أنا تضامن مع القضية الفلسطينية ولكن أقول وأنبه لأنه ليس كل من وقف مع فلسطين هو كان يقف من جانب أحلاقه وهنا المشكلة يجب أنه فرق بين الأمرين أنا اللي أشوف أن الأغلبية لا علاقة لها لا علاقة لها بهذا الموضوع مطلقة أصلا ليس في بالهم المسألة الأحلاقية بأكملها